الراديو 9090 هواها مصري الحمد لله دي حاجة بتبسطني قوي لان دي حاجة كمان تكونت وحصلت على مدار سنين من مهرجانات من حضور في ايفنس من لبس عادي انا ما كانش يعني ما كنتش راسم هدف ان انا حبقى فاشن ايقون لا انا كان بالنسبالي انا بحب اكون شكلي حلو ومناسب وبحب اللبس وبحب الموضة وبحب الفاشن وزوء يعني وبحب اتعامل مع ديزاينرز وبراند يعني يمكن الفاشن هو تاني حاجة بالنسبالي كباشن ليا بعد الفن يعني والسينما والتمثيل وكده فحاجة بحبها بعملها كويس بحب بعملها صح بحب بعملها كويس حتى لما كانت الناس مش مهتمة على فكرة يعني حتى قبل ما يبقى فيه الاهتمام الفضيع من الوسيلات بالموضوع وانه كلهم بقى يجيبوا ستايلس انا من اول الناس اللي تعاملت مع ستايلس على ريت كاربت من اول الناس اللي عملت حاجات كتير يعني كنت باهتم بحقق يعني بالموضوع فابتتا بقى يبقى الناس تجا مني يعني او تقول لي يعني يبقى فيه ردود افعال ايجابية كتير كومنتس ايجابية كتير لما بيختاروا بقى احسن فستان او بس ترست او مين الفاشن ايكن او مين مش هارف احسن راحب دي حاجة بتبسطني جدا وبتساعدني جدا وفي نفس الوقت بتحط مسئولية الموضوع كانو اختبار يعني بقى افكر طب قلبس ايه المرة دي لان كمان ببقى كل مرة عايزة استايل مختلف شوية لون مختلف شوية تجديد بس في نفس الوقت ايه الحاجات اللي بتليقى علي يعني احب اعملها لان مين فيهاش اعمل حاجة هي مش لاقى علي بس في نفس الوقت يبقى فيه تجديد برضو وافضل الحاجات وممكن اجيب يعني فساتين من 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 حتة بلاد مختلفة ومن ديزاينرز مختلفين يعني دي بتبقى كده والحاجة تبقى ليقى على حاجة يعني انت بتكملي لوك كامل مش بس فستان يعني هو بيبقى لوك كامل على بعضه انا طبعا ببسط بالحاجات كده فيه حاجات دمها خفيف قوي 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 بجد يعني فساتين دورة تبقى انا نفسي اروح اعمل ااخد لفة في دولاب دورة انا نفسيش عارف ايه المقتنات الملكية انا حياة مكتوبة والله البنات بيبقوا والستات دمهم خفيف ولزاز جدا وجمال وانا على فكرة بأبريشيت جدا الست المتصالحة عفسها والراثقة في نفسها والجميلة اللي بتقول للست التاني انت حلوة صح معنداش مشكلة تقول فلانا الله حلوة اه الله لفسها حلوة و الله انيقا يعني لما بشوف بيقولوا ده ده حاجة جميلة اه حاجة جميلة مش زي الراجل اوكي طبيعي يعجب بالحلوة او بالا إنما الستات اللي بيقولوا كده بجد بيبقى ومن ألبومه عندهم رضا وعندهم يعني ساعات بتحسي بقى فيه واحدة دخلة بقى تقول أي حاجة عشان هي بتعمل لي يفسك واخد بالك ساعات بياخد بالي ساعات لا في حاجات طبعا طبعا ما فيش حاجة فيها شر ما عنديش مشكلة بس طبعا أنا الشر والحاجات السلبية اللي هي فيها حقد أو كده دي ما حبهاش طبعا يعني بس في معظم الوقت والله كنت حلوة حلوة قوي وتبسطني جدا وأنا بقول لهم بشكرهم جدا من قلبي وبقول لي يا رب بقى دايما عند حسن ظنهم يعني لأن أنا فعلا من وانا صغيرة بنبهر جدا بالنجمات حتى العالميات أو سواء الموجودين أو النجمات الزمان الزمن الجميل قد إيه كان عندهم أناقة وشياكة وشكلهم حلو وحتى لما الفنانة بعد عمر طويل ما بتبقاش موجودة بيفضل صورها الحلوة دي بتفضل صورتها الحلوة عند الناس بيفضل إن هي كانت آيكن وإن هي لبسة كذا في كذا وكان شكلها عامل إزاي و يعني بحب أنا فكرة يعني نفسك كنت عيش في زمن تاني أصلا عالميا بناخد بنا لما يبقى حد شاطر قوي في حتة الفاشن دي نجمة حد أو الجمهور كله بتاعها انتباعها ويتين يعرفوا لبسة إيه وعملت إيه وبتحب أنهي ديزاينر وبتجيب إيه منين بناخد بنا إن النجوم دول بذات برة مع الوقت بيبدأوا يشتغلوا في حتة الفاشن دي يبقى عندها لاين بتاعها تبقى هي بالديزاين حاجات وإحنا شايفين إن دورة زي ما قلنا ماشاء الله من يوم ما بقت موجودة هنا في مصر لحد اللحظة دي ما نقدرش نقول إن مرة حد قال إيه اللي دورة لبسة ده بالعكس دورة بالنسبة لأغلى بستات ريفرنز عمرك ما فكرت إن دي تبقى زي ما أنت قلت تاني حاجة بعد التمثيل بتحبيها إنك تعملي لاين بتاعك حاجة تصمليها نفسي جداً وبفكر إنتي بتقولي حاجة فعلاً وكذا حد اقترح يعني قال لي إنتي ليه ما بتعمليش كده وأنا نفسي أعمل كده بس هي المشكلة عندي شوية إن أنا بحب البرفكشن في الحاجة يعني بحب الحاجة تطلع فعلاً حلوة زي ما أنا عايزها وزي ما أنا متخيلها وحط عليها اسمي فتبقى مظبوطة يعني أنا ما مقدرش ولو الناس حتلبسها فعلاً ويبقى لاين وبيتباع وكده أنا أحب إن هم يلبسوا حاجة مظبوطة ما حبش يبقى فيها دفو أو فيها عيب أو فيها حاجة أنا مش مقتنعة بيها فده يرجع بقى تنفيذ الموضوع يعني لازم يتنفذ صح ولازم ألاقي يعني ناس فعلاً شطرة بتنفذ الحاجة صح لأنه مش 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 كفاء إن انت تتخيلي الفستان أو تعملي ديزاين لحاجة أو تبقي عايزة لأ لازم تنفيذ تنفذها ما بيبقاش صح حلو ويبقى مظبوط ويبقى فيه ومشات برضو حلوة ويبقى يعني حاجات كتير يعني بس هو فعلاً أنا الموضوع بالنسبة لي مطروح يعني يعني بفكر فيه يا ممكن تفاجئينها في أي وقت آه إن شاء الله تلبسي بقى من فاستيني يلا بصي ستات كلافة هتبقى وفق قدام الستور بتاع دورة مش عارفينها أصلاً تدخلي حد يا رب إن شاء الله أنا عايزة ستات بقى اللي هم قريدي بيكتبوا على وبيحبوا شكل وبيحبوكي ومتابعيني دول آه يعني حاببوا بسوطة قوي لو لبسوا من تصميمي أكيد إحنا اتكلمنا عن